فإذا نبدأ رادار الأخبار من السودان حيث نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني المعلومات التي نشرت اليوم وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء ووصفها بأنها غير دقيقة أكد المكتب الإعلامي للحكومة أن رئيس الوزراء لا يحتكر حق تقرير المصير المؤسسات الانتقالية وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع لحل أي نقاط عالقة هذا ما يبدأ والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جوفري فلتمان اليوم في الخرطوم سلسلة محادثات مع الأطراف السودانية المختلفة لبحث عدد من القضايا أبرزها الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية يتواصل اعتصام القصر الجمهوري في الخرطوم بقيادة قوى التوافق الوطني ويطالب المعتصمون بحل حكومة حمدوك وتطبيق بنود الوثيقة الدستورية واستكمال ما وصفوه بهياكل الفترة الانتقالية معنا من الخطوم ورسلتنا رشاء الرشيد رشاء أهلا بك عن يوم حافل في السودان يعني لو تضعينا في صورة آخر التطورات ما هي الأجواء الآن خصوصا بعد بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء نعم مروج المشهد نوعا ما فيه تعقيد الآن وقبل أقل من نصف ساعة من الآن تم اقتحام وكالة السودان للأنباء سونة اقتحمها مجموعة من الأفراد ومنعوا قيام المؤتمر الصحفي الذي أعلن عنه قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي منذ الأمس ولكن لم يتم هذا المؤتمر الصحفي نسبة لإقتحام هذه المجموعة ويذكر أن قاموا بإغلاق الطريق أمام وكالة السودان للأنباء هذا آخر مشهد هنا كأجواء سياسية يسبقها عدد من التكهنات لما دار داخل الاجتماع بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس السيادي وأيضا نائبه عما دار داخل الاجتماع وصلت التكهنات إلى اتفاق الأطراف إلى حل الحكومة وهذا ما نفاه المكتب الإعلامي ومن قبله أيضا وزير الاتصالات باش مهندس هاشم حسبو ونفي بالتأكيد على دعم التحول المدني الديموقراطي ولا يحتكر رئيس الوزراء ما يدور داخل مجلس الوزراء ولا يحق له بل يلتزم بوصول الحكومة الانتقالية لنهاية عدها وتسليم السلطة كما كانت وتسليم السلطة أيضا من المجلس السيادي إلى رئيس الوزراء كثير من التعقيدات في المشهد السيادي عموما أو المشهد السياسي في السودان ما بين مكونين عسكري ومدني ما بين داخل المكون المدني شقين المجلس المركزي وغيره شكرا جزيلا لمرسلتنا من الخرطوم رشاء رشيد